ازايكم وحشتوني فيديو جديد والنهاردة فيديو جميل جدا والحاجات اللي هقولها النهاردة في الوصفة كلها موجودة عندنا وفي البيت وفي المطبخ ومش هتحتاج تجيب اي حاجة من برا وصفة جميلة جدا في تفتيح البشرة وهيزلك اي بقع في بشرتك تنفع الوصفة دي لجميع انواع البشرة وتنفع لأي حاجة في جسمك ان كان عندك اي حاجة في جسمك فيها سمار او سواد بجد يعني هتلاقس الوصفة دي فعلا رهيبة جدا في ثلاث ايام بس غير الفيتومين اللي هتاخديها من الوصفة كلها وصفة جميلة جدا بجد عن تجربتي يلا اعملولي احلى لايك زيكم كده عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من البنات وما تنسيش تشترك معنا في القناة وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك اول باول يلا بقعنا نشوف ايه يا الوصفة وايه المكونات اللي معنا اين هو كينز رباني فعلا يلا بينا لو عندك قشر اللمون اوعي ترمي اوعي ترمي بجد ده كينز رباني فعلا وتحفى جدا في التفتيح القشر اللمون انا ده كام قشرة كده عاملاهم بصوا ده دي عشان انا غسلية اول حاجة هنجيب ايه اللمون بتاعنا او القشر اللمون بعد ما خلاص عملناه بنخسله كويس دي اللمون انا برضا كنت احطاها في فرويزل بس شايفين من جوه عاملة ازاي يعني تحس انها ايه ابتدت تتبل معايا خالص فقلت استغلها معايا في الوصفة ايه بجد اللمون حلو جدا في الوصفة بطريقة رهيبة اول حاجة بقى هنبدأ نعملها ايه سكراب بنعمل سكراب بيقدينا كويس جدا علشان نشيل اي جلد ميت او اي حاجة على سطح الجلد فانا بستخدم سكراب اللي هو بوبونا ده تحفة جدا بيخلي البشرة هادية ونعمة وبيزيل الجلد الميت تماما وبجد ما بيعملش اي حساسية ولا اي حاجة للبشرة انا سايبالكو صورته اهو يا ربي بس تكون واضحة معاك وتقدر ان انت تعمليها سكرين وتقدر تجيبيه اه لو ما عنديكيش اي سكراب جاهز بقى بنعمل سكراب في البيت الطبيعي بيبقى عندنا مسلا معلقة سكر ومعلقة لمون ومعلقة من زيت الازاتون وبنعملهم كويس مع بعض وبنعملهم سكراب على قدين عشان نزيل الجلد الميت تماما فده خطوة حلوة قوي ان احنا لازم اول حاجة نبدأ بيها السكراب على اي مكان هنعمل في الوصفة هبدأ ان انا اقطع اللمون حطة صغيرة جدا علشان انا هبدأ ان انا خليها تستوي معي فلازم تبقى حطة صغيرة عشان تستوي معي بسرعة اللمون بقى فوائده جميلة جدا في تفتيح البشرة بيزيل البقع بيزيل الكلف بيزيل التسبغات طبعا كل ده يا جماعة مع الاستمرار مش هيزيل ده كله هب يلا فجأة وسحر كل ده مع الاستمرار لو نفضلنا ومواصبينا على الوصفات الطبيعية بجد هناخد منها نتيجة جميلة جدا ومش هنضر بشرتنا من اي حاجة بنحطها على بشرتنا زي الحاجات اللي بيبقى فيها كيمويات او مش عارفين هي معمولة من ايه اصلا وخصوصا كمان ان احنا في جو كورونا فخايفين نحط اي حاجة على بشرتنا او بنكلها او اي حاجة زي كده فالواحد بقى يخاف جدا فالوصفات الطبيعية مفيش لا غينة عنها وحاجات مش هتضرينها ابدا الوصفة دي لجميع انواع البشرة وما فيهاش اي ضرر خالص انما لو انت بشرتك حساسة مش هتنفعك للأسف لان اللمون بيبقى فيه ساعات سنة حرقين بس لو عايزة تعرفي برضك ان الوصفة دي تنفعك او ما تنفعكيش بنعمل تيست صغير على بشرتنا عشان ده اللي هيأكد لنا ان الوصفة دي هتناسبني ولا لا فده لازم اول حاجة نعملها برضك التست صغير من الوصفة اا اول حاجة بقى كده خلاص طبعا زي ما قلتلك الاشر اللمون ده لغينة عنه وكنز رباني ما نحاولش نرمي ابدا هاجيب معايا حبة مية بقى وابدأ ان انا احطوهم كده لحدة ما تضغطت خالص بالشكل ده وهروح بقى ارفحها على النار النقطة السودة دي هشيلها بعد ما تستوي شوية علشان اعرف هشيلها وهي استوية شوية هروح بقى ارفحها على النار وخلاص هنا كده رفعناها مع النار وستها على نار هاجي لحدة ما المية نقصت معايا هشيل بقى النقطة اللي هي السودة دي بكل سهولة كده عشان شكلها مش حلو وما ببوزليش الدنيا هبدأ بقى احط عليها كمان معلقتين كبار او تلات معالي النشا براحتك يعني النشا حلوة او اصلا في التفتيح وفي الوصفة بس انا هحط منها معلقتين كبار لان انا نفسي استفاد باللمون لان انا حبة ان البشرة تبقى موحدة فانا من نسبالي حطيت معلقتين من النشا نشا جميل جدا في تفتيح البشرة وتوحيد لون البشرة وبيهد البشرة وكمان بيقفل المسام مع الاستمرار اوكي هيقللها مش هيقفلها هيقللها اه خلاص كده انا هروح بقى احطها في الخلاط وهبدأ ان انا اضربها كويس جدا وبعد كده ارجع لكم تشوف ايه اللي هنعمله تاني ودي خطوة مهمة جدا ان احنا نقلب كويس النشا كويس جدا مع الخلطة قبل ما نبدأ نحطها في الخلاط عشان ما تكتلش منها اروح بقى اضربها في الخلاط وهنا خلاص بعد ما ضربناها في الخلاط وده شكلها بصوا عاملة زي الكريم بالزبط طبعا انت لو كترتي نشا اه الاقامة يبقى تقيل جدا يعني انت براحتك انت وراحتك خالص انا بس حبيت ان انا استغل اللمون اه لسبب ان انا مثلا محتاجة اه توحيد لون محتاجة افتح بقعة محتاجة كده انما انت لو حب تكتري نشا بتكتري النشا علشان تقفل المسام شوية لزي ما قلتلك الحاجات التانية اللي هنحطها عليها عندك زيت زتون حتي زيت الزتون جميل جدا وبيطر البشرة عندك زيت لز حتي ده بيخلي البشرة تحفة وبيعالج البشرة من حاجات كتير مع الاستمرارية وممكن كمان تمسح وشك به كده الواحده تحفة عندك جريسلين حتي اللي عندك متاح حتي كلهم احلى من بعض الجريسلين بيطري وبينكي وبيخلي البشرة ما فيهاش اي تشققات وبيفتح البشرة جدا فاللي عندك اي حاجة من الزت ده حتي عندك زيت جوز هند حتي اي زيت عندك برحتك انا هنا هحتي زيت لوز لان انا محتاجة تغذية للبشرة وعالج البشرة فانا حتيت نص مع الاسور النونة من زيت اللوز وهقلبهم كويس جدا مع الخلطة واهم حاجة زيت اللوز ما نحطوهش الا بعد ما نطلع الخلطة من على النار وكمان نكون ضربنا الخلطة كويس جدا في الخلط زي ما انا حطيت كده ومشي على الخطوات بالنزام هبدأ بقى ان انا اسيبها شوية صغيرة بس تبرد وكمان تتقل معايا وابدأ ان انا استخدمها هي خلاص كده هنا هجت معايا وابتدت انها تتقل معايا شوية طبعا لو سبناها اكتر كمان بتبتقل معايا والخلطة لو فاضت منك تقدر تحطيها في التلاجة وبتستخدميها لمدة 3 ايام وربعة بتحفق جدا عايزة بقى هنا ان انا افدأ ان انا هعمل ايدي دي هعمل ايد وهسيب ايد علشان اوريك الفرق قبله بعض او ان انت تشوفي اليد دي ومن اليد دي فعايزة اقولك الاهتمام باليد وبالبشرة وبالرقبة دول مهمين جدا عشان انت لو عملت بشرتك لازم رقبتك تبقى نفس لون بشرتك نفس ايدك تبقى لون بشرتك ورقبتك عشان ما تمشيش في الشارع هتبقى لون ولون ولون ومختلف تماما فالاهتمام يا جماعة بالوصفات تصدقوني مع الاهتمام والاستمرارية هتبدأ ان انت تاخدي نتيجة هيلة جدا في خطوة مهمة جدا لو عايزة تستخدم الوصفة في المناطق الحساسة او في المناطق اللي هي فيها غمقان في الجسم معموما نزود نيشة شوية علشان النيشة بيفتح برضو هنزود نيشة في الخلطة كده وهنعمل كمية حلوة ونشيلها في برطمان ونحطها في التلاجة وتستخدميها لمدة 3 ايام وبعد كده وقفي لمدة اسبوعين وبعدين تجعل تستخدميها لمدة 3 ايام وهكذا لحد ما توصلي للنتيجة المطلوبة اللي انت عايزاها بالزبط هنا خلاص انا عملت الوصفة وسبتها نشفت معي بالشكل ده هبدأ اروح اشطفها وهنا بقيت الوصفة بتاعتي اهي شايفين الايد افتح من ايد طبعا ده مع الاستمرارية يا جماعة مع الاستمرارية مش من اول مرة هنبقى الواو اعمل كمية زي ما قلتلكمش لها في التلاجة الكمية دي ما تشلش اكتر من 3 ايام في التلاجة وهتتخدميها لمدة 3 ايام وراء بعد زي ما قلتلك اه الوصفة كده خلاص انا خلصتها يا رب تكون عجبتكم ويا رب يكون الفيديو بتاعنا عجبكم ما تنسوش اللايك ما تتخليش عليا باللايك علشان الفيديو يوصل اكبر عدد من البنات ولو ما اشتركتش معنا في القناة نزل اشترك معنا في القناة وفعل الجرس عشان كل جديد يوصل لك باي باي اشتركوا في القناة